اتهمت الحكومة اليمنية الميليشيا الحوثية بمنع هبوط طائرة تابعة للأمم المتحدة بمحافظة مأرب وقالت وزارة الداخلية اليمنية عبر موقعها الإلكتروني إن الحوثيين رفضوا هبوط طائرة للأمم المتحدة بمحافظة مأرب مضيفة إن إدارة مطار عدن الدولي أشعرت الركاب المتجهين على متن الطائرة المتوجهة إلى مأرب بإلغاء الرحلة لرفض برج صنعاء السماح لهم بالهبوط بمحافظة مأرب